السلام عليكم ورحمة الله نبدأ اليوم إن شاء الله بدارس المعايرة بحث المعايرة المعايرة من أهم دروس الكيميا بالنسبة للمسائل يعني سلويا في عنا سؤال معايرة بجوز كما سؤال نظري اختيار الإجابة الصحيحة كتير اليوم مننتبه على بحث المعايرة المعايرة كلمة معايرة يعني عيار أحيانا أنا بقول قديش عيار هاي المادي أو قديش عيار هاي المادي يعني قديش تركيزها فالمعايرة هي إيجاد أو معرفة تركيز مادي في حجم ما يعني عندي مادي مثلا لحمض كلور الماء بدي أوجد قديش تركيز هذه المادي تعريف المعايرة هي معرفة كمية كمية يعني حجم معرفة كمية نعم تفضلي أستاذ بس صورة ضلاني محل أو المدفوط يعني أستاذ ايه ظهري تلع المعايرة تعريف المعايرة هي معرفة معرفة كمية أو تركيز مادي ما في عيني وذلك وذلك بمعرفة تركيز مادي أخرى تتفاعل معها يعني أنا عندي مادي تركيز مجهول ما بارث قديش تركيزها بروح فعلا مع مادي تاني تركيز معلوم عن طريق هذا التفاعل بعرف تركيز المادي المجهولي نعم إذن هاي تعريف المعايرة إذن إيجاد تركيز مادي قديش تركيز ما ما بنعرف تعريف المعايرة إيجاد تركيز هذه المادي وذلك عن طريق تفاعلها مع مادي أخرى معلومة التركيز شروط تفاعل معايرة لحتى أنا أجي عاير مادي أو أعرف تركيزها بدي فعلها مع مادي تاني هذا التفاعل له شروط واحد أن يكون التفاعل سريع وآني يعني أنا من اللي بحط مثلا عسابي المثال بدي أوجي تركيز مادة حمض ما بدي حط الحمض على الأساس لازم يطلع عندي ملح زائد ما ما بدي أستنى أسبوع ليتم التفاعل إذن أن يكون التفاعل سريع وآني اتنين أن يكون تفاعل المعايرة تام يعني ما نوعكوس ما نجزئ ثلاثي أن لا توجد نواتج ثانوي تؤثر على النتائج المعايرة على النتيجة بتطلع معي ما بتطلع النواتج الثانوي يعني أنا بدي فاعل مادي أ زائد بي طيب عندي مادي هيكي تروح تتفاعل مع شيء تخرب للشغل إذن يعني حمض زائد أساس يعطي ملح زائد ما ما عندي شيء مادي ثالث يتخرب للشغل أربعة أن تكون هناك طريقة لمعرفة نهاية المعايرة بتكون في عندي طريقة أنا أعرف أن المعايرة انتهت وذلك عن طريق التلون بالمشعرات وذلك عن طريق التلون بالمشعرات أنا رح أخذ مشعر مباشرة ما بدي أستنى يعني سحبت المشعر من شيء أربع خمس صفحات لقدام حطيت كونية هون المطلوب من رح نحفظه فقط المشعر لون المشعر في الوسط الحمضة ولونه في الوسط القلوة ومدى المشعر طلاب اللي بأشر لك علي يحفظه ما تبقى ما بتحفظ شيء الآن طبعا ما هو المشعر المشعر هو مادة كيميائي معقدة التركيب مادة كيميائي معقدة التركيب على الأغلب تكون حموض معقدة عضوي أو أسس معقدة عضوي هذا المشعر مثلا إذا حطيته على الحمض بلون الحمض بلون فإذا حطيته على الأساس بلون الأساس بلون آخر مثلا انتبهوا على الجدول عندي أزرق بروم التيمول بعيد أزرق بروم في الوسط الحمضي لونه أصفر في الوسط القلوي لونه أزرق انت مطار تحفظ المدى المشعر لازمنا مدى هذا من 6 إلى 7.6 حفظوه إذن أزرق بروم التيمول لونه في الوسط الحمضي أصفر وفي الوسط القلوي أزرق نعم مدى المشعر من 6 إلى 7.6 حفظوه الهيليانتين 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 يلون الحمض بلون أحمر ويلون الأساس بلون أصفر مدى لا تحفظوه مدى لازمنا الفينولفتالين 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 في الوسط الحمضي لا لون له في الوسط القلوي لونه أحمر بنفسجي طلاب شوني يعني أنا عندي عبوي حمض أي حمض كان بنقط عليها طبعا الفينولفتالين أو أي مشعر بيكون قطارة يعني مثل قطارة بنقط عليه على الحمض من الفينولفتالين لا يتلوى الحمض إطلاقا بجيب مادة أساس بقطر عليها من الفينولفتالين نقطين فقط بنشوف الأساس كله يتلون بلون أحمر من نفسجي المدى بنحفظه يا طلاب بدوا حفظوا المدى حفظوها لخلصوني منه مدى الفينولفتالين من 8.2 للعشرة من 8.2 للعشرة حفظوه عباد الشمس طبعا عباد الشمس بيجي عبارة عن قطارة وبيجي عبارة عن ورق ورق لونه في الوسط الحمضي أو يلون الحمض بلون أحمر ويلون الأساس بلون أزرق المدى ما بدنا نحفظه ملازمنا تمام أنواع المعايرة أنواع المعايرة المعايرة لها أنواع معايرة وزني هاي حاصفين لكم إياها بالكتاب ما يموجود بلاها معايرة حجمي كلمة حجمي أي حجوم يعني أنا بدأضيف كذا ملي من مادي مع عشرين ملي من مادي تاني يعني عبشتغل أنا بالحجوم عرفتوا المعايرة الحجمي نوعين معايرة حمض بأساس ومعايرة الأكسد والأرجاع معايرة الأكسد والأرجاع كمان حاسفين بالكتاب ما يموجود أصلا شالوها إذا فقط فقط عندنا فقط عندي تم معايرة حمض بأساس يعني المعايرة ماشي أصبحت إذن المطلوب عندي فقط معايرة حمض بأساس أي عندي حمض عندي حمض تركيزه مجهول بدروه عايره أو فاعله بأساس تركيزه معلوم عن طريق هذا تفاعل بوجة تركيز الحمض يعني أنا بالمعايرة الموجودة عندنا بسيط جدا يعني ما تم عندي غير حمض وأساس يعطي من لحزاء دماء كلمة معايرة معايرة حمض بأساس هو تفاعل بين حمض مع أساس كلمة تفاعل ونحن أخذنا يا طلاب أخذنا تفاعل حمض بأساس أخذنا تفاعل الحمض والأساس حسب برونيشتد ولوري قلنا هو تفاعل انتقال بروتونات من الحمض إلى الأساس نا